نهر الغلايان هو مكان رائع وفريد من نوعه وهو تجربة لا تنسى للزوار الذين يأتون إلى جزيرة دومينيك يمكن أن تكون درجة الحرارة عالية جدا يسمح فقط بالمشي على طول ضفاف النهر كالعديد من الأنهار الغريبة في العالم ولكن من بين أغربها نهر الماء الساخن لدرجة لا يستطيع أي كائن حي من الاقتراب من الماء يقع النهر في غابة الأمازون في البرازيل ويشتهر بمياهه شديدة الحرارة تبلغ درجة حرارة الماء في النهر حوالي 93 درجة مئوية وهي كافية لقتل أي كائن حي يمكن أن يدخل إليه يعتقد العلماء أن مياه النهر تأتي من مصدر حراري أرضي ترتفع المياه الساخنة من الأرض وتلتقي بالمياه الباردة من الأمطار مما ينتج عنه نهر ساخن على الرغم من درجة الحرارة العالية إلا أن النهر يحتوي على عدد من الكائنات الحية تعيش هذه الكائنات في المياه الساخنة بسبب وجود بروتينات خاصة تساعدها على البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة العالية يعد أحد أكثر الأماكن غرابة في العالم إنه مكان فريد من نوعه يتمتع بجمال أخاذي وحياة برية متنوعة يفسر بعض العلماء سبب درجة حرارة الماء المرتفعة إلى وجود العديد من الينابيع الحرارية في المنطقة هذه الينابيع الحرارية تنتج المياه الساخنة التي ترتفع إلى سطح الأرض وتلتقي بالمياه الباردة من النهر مما يتسبب في حدوث ارتفاع درجة الحرارة في النهر يعتقد أن النهر كان نشطا منذ ملايين السنين وهو أحد المعالم السياحية الشهيرة في جزيرة دومينيكا يجذب النهر الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يأتون لمشاهدة المياه الساخنة التي تغلي على سطحه يمكن للزوار السباحة في ماء النهر ولكن يجب أن يكونوا حذرين من المياه الساخنة التي يمكن أن تسبب الحروق كما يجب على الزوار عدم السباحة في النهر إذا كانوا يعانون من أي مشاكل صحية هو مكان رائع وفريد من نوعه وهو تجربة لا تنسى للزوار الذين يأتون إلى جزيرة دومينيكا يمكن تعتبر منطقة النهر الساخن موطنا للعديد من الثقافات الأصلية في أمريكا الجنوبية وتوجد هناك العديد من المدن والمواقع الأثرية الهامة مثل ماشو بيتشو وسانتياغو دي تونغو وتعتبر هذه المنطقة منطقة سياحية شهيرة بسبب جمالها الطبيعي وتنوعها الثقافي والتاريخي فإن النهر يشتهر بأنه مصدر للطاقة الكهرومائية يتم استغلال طاقة تدفق المياه في النهر لتوليد الكهرباء ويوجد العديد من السدود والمحطات الكهرومائية على طول النهر كما أن النهر يعتبر مصدرا مهما للصيد حيث يحتوي على العديد من أنواع الأسماك المختلفة مثل أسماك البيرانة والسلمون والقرش الأسود والصيد بالصنارة والصيد بالسهام لصيد الأسماك يعتبر أيضا مصدرا هاما للنقل المائي حيث تستخدم القوارب لنقل الركاب والبضائع بين المدن والقرى الموجودة على طول النهر وتعتبر هذه السفرات جزءا من تجربة السفر في المنطقة حيث يمكن للسائحين الاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة والحياة البرية المتنوعة على طول النهر وأخيرا يعتبر النهر مكانا مثاليا للمغامرات حيث يمكن للسائحين القيام بالعديد من الأنشطة المثيرة مثل ركوب الكاياك وركوب القوارب السريعة والتجديف والتسلق والتخيم على ضفاف النهر وهذه الأنشطة تجعل من النهر صاحب الماء المغلي وجهة مفضلة لمحبي الطبيعة والمغامرين إذا أكملت الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع إعجاب حتى نستمر في تقديم كل ما هو جديد